تمسك أهلنا في الصحراء الكبرى وعلى رأسهم سكان مليئة ورقلة الذين طاروا ضد مشروع دي قول من أجل تقسيم الجزائر ومن أجل فصل الصحراء وفصل الجنوب عن الشمال لكن إخواني أخواتي رباطة جأش سكان المنطقة وشجاعة أهل المنطقة وتشبث أهل المنطقة وأهل الصحراء وأهل ورقلة بالخصوص الذين طاروا ذات سبع وعشرين فبراير ٢٠١٨٠٠٠٠٠ في مضاهرات عالمة أكدت أن الجزائريين لن يتخلوا على أي جزء من ترابهم لصالح المستعمر الغرب كامل الغرب كامل الغرب المسيحي الصليبي الصهيوني المتحارف ما زالت عينه على الصحراء ولم تتوقف أطمعهم ولم تتوقف إرادتهم في السيطرة على ثروات الأمة ومنها الثروات الموجودة في سحران ولذلك إخواني لا فاضح نحن سنخلد تاريخ ٢٧ فبراير ونجعله إن شاء الله من بين التواريخ الوطنية التي تخلد مجد الثورة الجزائرية وهذا بإطار تخليل مآثر الثورة وبإطار حفاظ على مآثر الثورة ونحن نعتقد أننا تقدمنا إلى هذه الانتخابات الرئاسية لأننا نحمل مشروعاً وطنياً جامعاً يجمع الجزائرين ولا يفرقهم يحمي سيادتهم ويحفظ كرمتهم وينمي تنميتهم ويستثمر في مقدوراتهم الإنسانية والثروة البشرية والثروة المنجمية وكل الثروات الموجودة في هذه المنطقة ولاية هذه هي سبعين بالمئة من بيترول الجزائر سبعين بالمئة من بيترول اللي رات تستثمر فيه الجزائر وتستغل فيه الجزائر وتنقب عليها الجزائر الموجود في حاسم سعود وفي الولايات والأحواض الحاسي بورما والأحواض المجاورة في هذه الولاية أخواني الأفاضل هذه الولاية فيها طاقات غازية فيها طاقات مائية فيها ثروة مائية كبيرة جداً في أعماق الأرض من أكبر أحواظ المائية الموجودة في الجزائر هذا الحوض الموجود في هذه المنطقة السهروية ليمتد من أدراب إلى غاية غلدايا وورقلة وملايات الأهوار وهذا الحوض المائي فيه خاصية أخرى أن المياه اللي فيه هي مياه حارة تساعد على الطاقة المتددة والطاقة الحرارية الجديدة للعالم الآن يبحث عنها لأن العالم يستفيد من المياه الدافئة والحارة الموجودة في باطن الأرض لتحويلها إلى طاقات متجددة هذه الولاية لا بد لها أن تعتمد على وسائل نقل حديثة عن طريق السكة الحديدية وعن طريق الطيران لأن النقل البر وحدهما وملايش كافي بالنظر إلى الصعوبات وبالنظر إلى تهري الطرقات وأعدم وجود شبكة الطرقات لأننا ما استغلناش التقنيات المتعلقة بإنجاز الطرق الصحراوية دائما عمنا إشكاليات في الزواج الطرق وهذه المشكلة لدودان في كل مكان إلى غير ذلك هذه الأمور تجعل حركة التنقل على المواطنين صعبة هذه الولاية إخواني ما زالت تحتاج إلى تطوير القدرات الصحية لماذا؟ لأننا الآن حاجتنا إلى المستشفيات والهيكل الصحية حاجة ملحة رغم أن هذه الولاية فيها كليا تعطيك إلا أنها ما قدرتش تكفي المنطقة كنا في بعض المناطق المجاورة لولاية وقفنا على أن هناك مشكل كبير في تأطير المستشفيات والمراكس الصحية والعيادات الطبية بمختلف الأطباء اللي يضمنوا المناولة والمناوبة والخدمة ولي يضمنوا أننا ننقصوا من حجم تنقل سكاننا للشمال من أجل التداوي والتشافي وخروجهم من تونس وخروجهم من بعض الدول الأوروبية من أجل التداوي في قضايا بسيطة اللي قادرين نوفروا لها الإمكانيات لأن أطباءنا نجحل ودليل ذلك أن الجامعات الأوروبية راه يتخطف الأطباء تعنا وتخرج فيهم يا إخواني